ورش الحماية الاجتماعية تؤديها الحكومة في مكانهم يستفيدون من الاستشفاء في المستشفيات العمومية بالمجان أقولها وأكررها وأعيدها ويستفيدون في القطاع الخاص بحلهم بحل الأجارة بنسبة المعروفة ومتوافقة عليها وموجودة في القانون هذين الذين لديهم وضعيات لم يقدروا وضعيتهم لتوصل بالأساميس وتحول وقعات العملية وتحويله بثلاثة سيستفيد كما قلت لكن واحد من المشكلات التي لديه الحماية الاجتماعية لأنه لم يذهب الآن ولكن ستستطرح في المستقبل ويجب أن نخموه فيه جميعا هو الاستدامة لهذا الصناديق لأن الصناديق لكي تكون هناك استدامة يجب أن نحكمه في التكاليف ويجب أن يجب الناس الذين يعملون يؤديه والناس الذين لا يعملون والذين في بضعية لها شاشة أو في الرماد هذه الحكومة تؤدي في بلسهم ويجب أن نحكمه في التكاليف خاصة تكاليف المرتبطة بالأسعار وهذا ورش كبير جدا هذا على هذه المؤسسات التي هذه السنوات لا يوجد لأن الحكومة تلقى واحد المخاطب الذي يدخل معها في حوار بناءا على الدراسات التي قمنا بها الحوار الاجتماعي هذا واحد من الملفات التي تعملت عليه بكل إرادة سياسية كبيرة جدا لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نقوم بإصلاحات مرتبطة بالصحة وبالتعليم بوظيفة العمومية وبهذا كل ما يريد أن تجيب الحكومة بوحدها غير الحكومة مع رأسها لا بد أن تجد في يعني في الطرف الآخر اللي هو النقابات تلقى واحد مع من تتحاور وتناقش هذا علش الحكومة انخرطت في هذه المسألة بشكل يعني إراضي وتطوعي منذ اليوم الأول وكينا قضايا لم تتمسك الحكومة بوضعها على طاولة المفاوضة نعطي واحد المثال الرقم الاستدلالي ديال الأطباء باش الأطباء يولوتهم يتقضوا بحالهم بحال الخرجين ديال الدكتورة كتعرف هذا الرقم الاستدلالي خمسمائة وتسعود ديال الأطباء باش حلفوت هذا المطلب هذا فوت أزيد من 13 سنة جميع الحكومات المتعاقبة كنت كتسمع هذا وهذا واحد من المشكلات ربما التي أدي بنا الكلام اللي جاء في السؤال مرتبط بهجرة الأطباء فهذا الحكومة مباشرة ومنذ اليوم الأول قالت هذا فيه ضرب لتكافؤ الفرص دكتور هنا في مدى معينة يتقاضى أجر يتجاوز الدكتور في الطب تقريبا بـ 1.540 درهم لذلك تم تسوية هذه الوضعية بدون أن يتم طرحها على طاولة المفاوض فتحنا الحوار الاجتماعي فتحنا الحوار الاجتماعي بشكل مشترك مع النقابات تفقنا على أن المأساسة دياله عبر مجموعة من المؤسسات وعبر مجموعة من المواعيد اللي خصناحنا نقلس فيها مع النقابات قلنا سبتمبر علش؟ لأنها سبتمبر هي المرحلة التي يتم إعداد فيها قانون المالية قصنا نوجد قانون المالية بشكل مشترك مشينش النقابات يتفاجئوا ووجدت فيه واحد المجموعة ديالالإجراءات بما فيها تخفيض على الضريباليير رأيها الأنفلوب الأنفلوب يعني الغلاف المالي ديال الحوار الاجتماعي اللي فات رأي تقريبا تسعاد المليار ديال الدرهم وغدين نقلس في محطة واحدة أخرى وسوف نعالج قضايا واحدة أخرى وغدين يستمر هذا الحوار هذا بهذا النفس وحنا كنشوفه ووقت ما كانت الإمكانية ديال أنه يتم يعني الإنخيرات بشكل أقوى وأكبر هذه الحكومة لن تتدخير أي جهد تراجع المقاساني جوبت عليها بخصوص السيحمد السي الأرقم بخصوص هذا الموضوع ديال ديال المنتوجات مصرطانة أنا تكلمت على هذه القضية غير ممر راهب المكتب الوطني للسلامة الصحية باش نتفهم هو مكتب هي مؤسسة وطنية تراقب المنتجات الغذائية كداشي كداشي ولكن راهب اللي مهم هو أن الشهادات التي تصدرها راه تكون موضوع مراقبة من المؤسسة الدولية بمعنى أنه مني لا قدر الله تدخل شي شحنة مصدرة ولا كيتم بسيرة شي حاجة ما هيش راهب هذا يجعل المكتب في وضعياتين مع المؤسسة الأخرى لأن الشهادة ديالنا اليوم المكتب هي شهادة موتوق فيها ولكي تبقى هذه الشهادة موتوق فيها يجب أن تعبر دائما على الحقيقة لذلك جميع الدراسات المخبارية والتحالي المخبارية إلى غيره من المصارات المرتبطة بالسيرد وبسيرد فيتم الوقوف عليها بشكل دقيق لكي طبعا نحفظ السلامة الصحية للمواطنين شكرا لكم باش يوصلك جديد فيديوهات لإنباء تيفي تابونوا معنا في لتين يوتيوب وفعلوا الجرس